هذا وأكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القادة الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على متابعة النتائج الإيجابية للزيارة الناجحة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة لجمهورية روسيا الاتحادية الشقيقة التي التقى خلالها بفخمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتي في بداية شهر فبراير الماضي التي تعتبر إضافة هامة أخرى لسجل العلاقات البحرينية الروسية وخلال لقاء سموه مع السفير الروسي السيد فاكيف غارييف في قصر القضيبية اليوم نوه سموه بتواصل التعاون والتنسيق مع روسيا الصديقة بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين ونوه سموه إلى الحرص المشترك على الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتثبيت أسس ذلك بنبذ عوامل البلبلة والفتنة التي تثيرها الإيدولوجيات الفاشية من جانبه أعرب السفير الروسي عن حرص القيارة الروسية على مواصلة تطوير العلاقات مع مملكة البحرين خاصة بعد النتائج الطيبة لزيارة الأخيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدة والتي أثمرت عن العديد من الاتفاقيات الهامة بين البلدين اشتركوا في القناة